وبعد حمد ملهم الصواب وكاشف الأصواب والتحيات الكاملة المتواصلة الشاملة في فيديو اليوم سوف نقوم بحل وشارح اختبار في مادة الفيزياء المادة وتحولاتها أو مقطع المادة وتحولاتها لتلاميذ السنة الأولى متوسطة النموذج رقم الثنين أو النموذج الثانية ولنبدأ اختبار في مادة الفيزياء التمرين الأول أكمل لقياس الكتل نستعمل يعني لنقيص كتلة جسم معين ماذا نستعمل؟ من العوامل المؤثرة في حالات المادة يعني هناك عاملان مؤثرا في حالات المادة يعني تتحول من حالة هذه المادة إلى حالة أخرى الأجسام الصلبة الغير مجزأة نحن نعرف بأن الأجسام الصلبة هي نوعان مجزأة وغير مجزأة غير مجزأة مثل القهوة يعني كما نقوله غبرة كتكون قهوة عبارة عن غبرة وأجسام صلبة غير مجزأة هذه مجزأة الأجسام الغير مجزأة أي جسم له شكل معين مثلا لوبة مثلا كراس يعني أجسام صلبة غير مجزأة الأجسام السلبة الغير مجزأة لها يعني ما هي خاصية أو ميزة الأجسام الصلبة الغير مجزأة الأجسام السائلة تأخذ يعني الأجسام السائلة تأخذ ماذا؟ أولا لقياس الكتل نستعمل الميزان لنقيس كتلة جسم أو مادة ما نستعمل الميزان من العوامل المؤثرة في حالات المادة هما اثنان أو هما عاملان مؤثران وهما الحرارة أو درجة الحرارة والضغط يعني مثلا هذا المادة أو هذا الماء سائل لو عرضناها درجة حرارة منخفضة رح تتحول من ماء سائل إلى جريت يعني تغيرت الحالة على المادة أو على الماء من حالة لأخرى وأيضا الضغط الأجسام السلبة الغير مجزئة لها شكلها الخاص يعني لها شكل معين الأجسام السائلة تأخذ الأجسام السائلة ماذا تأخذ؟ الأجسام السائلة تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه يعني الجسم السائل أو الماء لو حطيناه في إناء ضائري رح يرجعنا هذا كلماء أو رح تأخذ الشكلة تالإناء لهو الشكلة الضائري إذن لقياس الكتل نستعمل المزام من العوامل المؤثرة في حالات المادة هما الحرارة والضغط دايما نمشي مع بعضهم الحرارة والضغط الأجسام السلبة الغير مجزئة لها شكلها الخاص الأجسام السائلة تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه الآن نروح للتمرين الثاني التمرين الثاني استنتج ثلاث خواص لكل من الحالات الفيزيائية التالية عندنا ثلاث حالات فيزيائية الحالة الأولى وهي الحالة السائلة أعطاني عبارة عن أمثلة مثلا هنا أعطاني مخبار مدرج أنبوبة اختبار دورق وكأس وحط لي فيهم كمية من الماء أو أي سائل ممكن يكون عصير ممكن يكون أي سائل عندنا هنا يحط لي الماء ولا نلاحظوا هنا بلي السطح السطح هنا يمتع الماء أو يمتع السائل هذا نلاحظ أنه مستوي أفقي مستوي أفقي يعني نلاحظوا بلي راه مستوي في كل الحالات مهما كان مائل كان هنا نلاحظوا بلي سطح الحر للسوائل يكون دائما مستوي أفقي يعني يكون مستوي أفقي هنا هذ الحالة هي الحالة السائلة كملنا الحالة السائلة أذكر حنتكلمه على الحالة الصلبة الحالة الصلبة هنا كما كتاب خشب حديد مفتاح مصطرة كرة هذو عبارة أو هذو كمل عبارة عن إجسام صلبة عبارة عن إجسام صلبة والإجسام الصلبة هي نوعان إجسام لينة وإجسام قاسية لكي إجسام لينة كما عجينة مثلا وإجسام قاسية مثل الحديد مثل الخشب مثل الكتاب مثل مفتاح وأيضا هناك مجزأة وغير مجزأة مجزأة مثلا قهوة وأيضا عندنا غير مجزأة مثلا كتاب خشب حديد مفتاح الآن رح نتكلمه بعدما تكلمنا على الحالة الصلبة ذكر رح نتكلمه على الحالة الغازية بنسبة هنا للحالة الغازية هنا وجدرنا هذي عبارة عن محقنة أو هذي عبارة عن حقنة عامة أولا لازمنا نغلق الفتحة أو فتحة المحقنة أو الحقنة داعنا ثم نضع مكبس الحقنة مكبس الحقنة هذا يعني نضغط عليه نضغط عليه نلاحظوا باللي كان هنا هواء مضغوط في هذه المنطقة يعني هنا وش نستنجو هنا نستنجو باللي الهواء قابل للانضغط يعني الهواء نقدروه نضغطوه عكس الحالات الفيزائية هاته أو عكس الحالة الصلبة والحالة السائلة التي نقول عنها أو التي غير قابلة للانضغاط أو التي تكون غير قابلة للانضغاط عدنا حالات المادة وهما ثلاث الصلبة لهوها وكي نضج الحبيب انتحة تكون حبيباتها أو الذرات انتحة مترسة وفوق بعضها البعض السائلة تكون قريبة من بعضها البعض وأيضا فوق بعضها أما الغازية أما الغازية فكي ما نقولو الذرات انتحة أو الحبيبات انتحة تكون غير مطارسة وغير قريبة بالبعيدة جدا الآن نروح للإجابة الإجابة هنا أولا نحن نبدأ بالحالة السائلة نحن نعطيه ثلاث خصائص أو ثلاث مميزات للحالة السائلة عدنا ذك ثلاث خصائص المادة السائلة وبالحالة السائلة الحالة السائلة أو المادة السائلة أولا تأخذوا شكل الإناء الذي توضع فيه كما نرى هنا هنا أمبو بالاختبار هنا خضاء شكل الدواق يعني أولا تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه ثانيا لا يمكن مسكوها بيد ما قدروش نمسكوها بليبدا نتعلم وثالثا السطح الحر المستوية أو الأفقية للسوائل يعني سطح دائما حر الآن نحن نروح للمادة أو الحالة الثانية وهي الحالة الصلبة نحن نذكر ثلاث خصائص للمادة الصلبة عندنا أول خاصية هي نوعان أو المادة الصلبة نوعان لينة وقاسية هناك مواد صلبة لينة ومواد صلبة قاسية ويمكن مسكوها باليد يمكن مسكوها باليد نقدرها مسكوها باليد نتعلم لها شكل خاص يعني المواد الصلبة الغير مجزئة عندها شكل خاص أو تتميز بشكل معين الآن نحن نروح للجزء الثالث أو الحالة الثالثة وهي حالة الغازية حالة الغازية الآن أولا قابلة للإنضيغات كما شفنا هنا بلي هنا الهواء قابلة للإنضيغات هنا كي يقفلنا مننا لأخر تعلم لحقنا مننا وبلينا نضغطه منا في الهواء كي بلينا نضغطه الهواء أنا لحظة بلي تضغط إذن هنا وشعرنا عندنا هواء مضغوط في هذه المنطقة هذه إذن قابل للإنضيغات العكس وهذا ما يميزه عن الحالتين الصلبة والسائلة فهما غير قابلين للإنضيغات ولا يمكن مسكها باليد أيضا لا يمكن مسكها باليد وتملأ الغازات كل الحجم المتاح لها يعني الغازات تملأ الحجم المتاح لها كله الوضعية الإدماجية الآن السند وجدت أمينة قطعة حلي تقليدية وهي في الطريق فأرادت أن تعرف المادة التي صنعت منها فاستغلت بعض أدوات أمها المطبخية لقياس كتلته وحجمه فتحصلت على ما يلي أولا الكتلة ثانيا الحجم الكتلة هنا أو كتلة للقطعة الحلي التقليدية هي 63 غرام أما بالنسبة للحجم فهو 6 سنتيمتر مكعب الأسئلة الآن أو التعليم أولا في رأيك كيف استطعت أمينة أن تقيس كتلة وحجم هذا الجسم الصلب وأحسب كتلته الحجمية مع توضيح قاعدة حسابها وثالثا ما هي المادة المصنوعة منها قطعة الحلي هذه يعني شيء المادة التي صنعت منها قطعة الحلي هذه رابعا كيف استطعت أمينة تأكد منها يعني كيف استطعت أمينة أن تتأكد من أنه هذه القطعة الحلي هذه مصنوعة من هذه المادة الآن أعطاني جدو الحب يساعدني أعطاني نوع المادة أعطاني مجموعة من المواد أليمينيوم نحاس فضة حديد ذهب وإعطاني الكتلة الحجمية لكل من هذه المواد أعطاني الأليمينيوم الكتلة الحجمية تاعه هي 2.7 النحاس الكتلة الحجمية تاعه 8.9 الفضة كتلته الحجمية 10.5 الحديد كتلته الحجمية هي 7.8 والذهب كتلته الحجمية هو 19.3 إذن هذه هما الكتلة الحجمية تاع مجموعة من المواد الآن نروح ونبدأ في الحل حل وضعها الإدماجية الآن نبدأ بالسؤال الأول السؤال الأول يقول في رأيك كيف استطاعت أمينة أن تقيس كتلة وحجم هذا الجسم الصلب يعني راح نقوله الطريقة أو راح نسنجو الطريقة التي استعملتها أمينة باش تقيس الكتلة والحجم انتع هاذ الجسم الصلب أكيد أولا قياس كتلته لقياس كتلته استعملت أمينة الميزان أو لقياس كتلته نستعمل الميزان أما بالنسبة للحجم لقياسي حجمي جسم حجمي جسم ذو شكل غير منتظم جسم ذو شكل غير منتظم معناها الشكل التاعه ليس منتظم مثلا ليس مكعب أو متوازن مستطيلات أو سونا لا هو يعني عبارة عن شكل غير منتظم يعني ماشي كما نقوله منتظم مثلا كتاب كتاب غير منتظم ما يكونش بشكل معين راح يكون ساعة مربع ساعة مستطيل ساعة نستعمل طريقة الغمر أحسب كتلتها الحجمية مع توضيح قاعدة حسابها أولا نحن نعطيه قاعدة حساب الكتلة الحجمية اللي هي رو يساوي أم على V رو يساوي أم على V M اللي هي الكتلة و V اللي هو الحجم يعني ديروا كتلة هذا الجسم على حجم هذا الجسم نحن نلقى الكتلة الحجمية لهذا الجسم إذن أولا نعطيه الكتلة هي 63 نحن نقسمها على 6 سنتيمتر مكعب اللي هو الحجم إذن 63 قسمها 6 و 6 حتتين تعطيني 10.5 غرام على سنتيمتر مكعب إذن رو يساوي 10.5 غرام على سنتيمتر مكعب ثالثا ما هي المادة المصنوعة منها قطعة الحلية هذه وبرر المادة المصنوعة منها قطعة الحلية هذه هي الفضة عليها لأنه اللاهظه هنا لقينا الكتلة الحجمية لقيناها 10.5 غرام على سنتيمتر مكعب وهنايا في الجزول قال لي الكتلة الحجمية منتع الفضة هي 10.5 غرام على سنتيمتر مكعب يعني هنايا الكتلة الحجمية لقطعة الحلية هذه هي نفسها الكتلة الحجمية للفضة إذن قلنا باللي المادة المصنوعة منها قطعة الحلية هذه هي الفضة وهذا لأن الكتلة الحجمية لهذه القطعة مساوية للكتلة الحجمية للفضة يعني الكتلة الحجمية هنا أو الرو انتع هذه القطعة الحلية 10.5 غرام على سنتيمتر مكعب وفي النهاية أتمنى لكم النجاح والتوفيق في الامتحانات وشكرا على المشاهدة وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس تنبيهات ليصلكم كل جديد أو كل فيديو ننشره ومع السلامة إلى الملتقى